برضو هانيا بوريدة عمر لسه مطلع اعتقد بيان برضو لسه وصلنا حالا ممكن اقرأه وممكن اعقب عليه يعني لسه حالا البشمهندس هانيا بوريدة بيقول لك قرر المهندس هانيا بوريدة عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الافريقي لقرة القدم وعضو المجلس الاعلى للفيفا التقدم رسميا للترشح للتجديد على مقعده بالاتحاد الدولي لقرة القدم من اجل الحفاظ على مقعد مصر في اكبر منظمة لادارة القرة القدم في العالم اوضح انه لن يترشح على مقعد رئاسة الاتحاد الافريقي في هذه الدورة كما ذكرت بعض التقارير رغم حصوله على تسكية ودعم العديد من رؤساء الاتحادات الافريقية لكونوا احد اقدم اعضاء المكتب التنفيذي والداعم الاقوى لكل الرؤساء السابقين في الانتخابات ونشير انه ده طبعا البيان نشير انه قد سبق واكد طبعا احنا المهندس هنا بريدة انه كان اكد انه لن يترشح على رئاسة الكاف الا في حالة عدم تقدم الرئيس الحالي للمنافسة اللي بيكلم على احمد احمد بالاضافة لرغبته في وجود مجلس ادارة اتحاد كرة منتخب من قبل الجامعية العمومية يقف خلف المرشح المصري لأقوى منصب اداري في كرة القدم في افريقيا نشير انه طبعا العلاقات مع طبعا النهانية بريدة علاقات وطيدة جدا وتاريخية في الاتحاد الدولي بتجعله قادر طبعا على مشاهدة المشهد الانتخابي بشكل كبير والتعامل بحكمة امتى خش وامتى ما خشش وابريدة طبعا انت عارف اقدم واحد في المكتب التنفيذي منذ 2004 وكمان هو اقدم واحد في مجلس الفيفا في الوقت الحالي بالزبط والمهانس هنا يا بريدة اعتقد انه هو عنده من الحكمة ومن الخبرة لطول السنين اللي فاتت في وجوده في المكتب التنفيذي للكاف انه فعلا يحدد امتى ينزل امتى وينزلش امتى المعركة تبقى كسبانة وامتى يدير معركة صح لانه برضو في نقطة لازم تتذكر في حاجة زي كده حتى لو متسيبة هو اقوى مرشح اه في الشأن المالي ودعم اتحاد بلده وده كله لكن نفتكر برضو ان من شهور قليلة لما مصر دخلت تستضيف امم افراقيا وجنوب افراقيا كانت عايزة تستضيف البطولة مصر اخدت كل الاصوات مع ده صوت واحد بس يعني انت اخدت ستاشر صوت جنوب افراقيا اخدت صوت واحد وده كان شغل المهندس هنا يا بريدة وشغل اتحاد الكرة في مصر وقتها وشغل اجهزة الدولة كلها طبعا لانه ده كان مشروع دولة انه تستضيف بطولة امم افراقيا تستضيف كمان بطولة تحت 23 سنة فالموضوع بسيط الحكاية واضحة هي حسبة انا شايف انه دلوقتي ما عنديش اتحاد منتخب في مصر وانه الاتحاد ده يزكي كمان مرشحه اللي يكون موجود ويدعمه في الانتخابات فهو قال انه بفضل اجدد مقعدي للحفاظ على مقعد مصر في مجلس الفيفا وفي الكاف فبنتمنى له كل التوفيق ده اولا طبعا المرشحين من طارق بوشماوي من تونس ومن اسماع القديمة برضو مقعد الفيفا برضو والمكتب تنفيذي في الكاف المفاجأة كانت بالنسبة لي قبل ما ادخل هاو على طول عرفت انه خارد دين زادشي رئيس الاتحاد الجزائري قدم اوراق ترشحه لنفس المنصب بس انا شايف انه المهاند ساني بوريدا كخبرات كعلاقات قوية وتاريخ له جوه الكاف وجوه الفيفا انه قادر على حسم المقعد ان شاء الله